Welcome to Learn English with Mr. Mouhamad Saad. علامة الإنجليزية. مع مستر محامد Saad. تحت الفيديو ده. هتلاقي Delete... قوائم التشغيل. يضغط على قوائم التشغيل. حتلاقي الدنيا متنظمة. اختار الفيديو اللي انت عايزه. اختار الart slipping. ستشغيل. تحت الفيديو ده. هتلاقي ne 같은 ناحية التانية الكلام الاشتراك. لونها احمر. اه اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي جرس زار كده اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكو منفوق او بالانجلش. آآ اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي جرس عامل كده. معناها ايه الكلام دا? معناها انك فعلت الجرس ممر هذا لما تفعل الجرس حيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشارتنا. معناها الكلام دا? معناها اي فيديو كليد احنا بنعمله هيظهر عندك في على طول لو انت مهتم الفيديوهات التعليمية هناخد على حل السؤال يعني الفعل بياخد حرف جر ممكن يغير معناه تماما ممكن يعني يغير معناه بطريقة بسيطة يعني ايه محيرة في الامتحان شوية هلاص هبكز معي عشان ايه نعرف نحل السؤال ده ازاي تمام على فكرة الفيديو ده لجميع الطلاب ان شاء الله هشتغل مناهج كلها مش هسيب منهج غير ما اشتغل فيه ابتداء اعدادي ثانوي هشتغل كله انتظروني شكرا على دعم الناس ليا وان شاء الله طبعا اليوتيوب بس يبعت لنا حاجة ولازم ابعت جوائز لاحسن ناس متفعلة خلي بالك لن اخلف وعدي مش هاخلف وعدي مع احد تمام هنا بيقول لي انا مش عارف حاجة هعمل ايه اترجم هو سوف هنا خلي بالك من يعني سوف بيجي وراها مصدر فعل يعني سوف بيجي وراها مصدر فعل خلنا فيديو عالمية بتتعامل مع ازمنت المستقبل حتلاقيها في نفس قوائم التشغيل سنة خمسة بتراقي ترميل اول ينهر ابيض تمام عاوز اقول هو بيفرح لو ايه لو انت لعبت معا خلي بالك هنا في قاعدة اف مدرع بسيط الناحية التانية اول تاني اف مدرع بسيط الناحية التانية اول انا بحب استغل لاي فرصة انا اشرح يعني هنا مش هقول لا اشير ايه بس لا انا باشرح في كل حتة علشان الطالب يستفاد من الفيديو بتاعي تمام يبقى عندنا هنا هو قاعدة اف ميجو وراها مدرع بسيط الحالة الاولى الناحية التانية اول اهو تمام يعني ايه سوفا تمام واللي خلي بالك بيجو وراها مصدر فعل هنا هقول ايه لو انت حافز طبعا كويس هتعرف ان يتشير ايه اب على طول هو حيفرح يبقى على طول تمام كويس يبقى هو حيفرح لو انت لعبت معاه تمام يعني انا عاوز اقول في الصيف البس ملابس خفيفة لايت هنا معناها خفيف وخلي بالك برضو لايت معناها ضوء تمام ولايت برضو معناها ينور خلي بالك كفعل يعني تمام يبقى ايه اه واحد يقول هي يلبس يعني انا شاطر تمام تبص على اللي وراها هي شاطر في هنا يبقى مع السلامة مش نافعة معي المعنى مش عايزها خالص المعنى مش عايزها خالص طبعا وحدها معناها يسقط معناها ينظر وحدها يعني يضع ينهر ابيض يبقى على طول هاختار على طول حلتها من خلال الترجمة وحلتها من خلال نشوف اللي قبلها واللي بعدها تأثيراتك يا هولندا حركاتك يا هولندا الكلام احنا نقول عليه تمام يبقى حنقولها تاني ما بقولش كلوزيز ما بقولش كده بارتدي ملابس خفيفة في الصيف تمام يعني عاوز اقول امي ايه درب وحدها يعني يسقط يوقع حاجة لكن هنا معناها يتغير تماما زي ما احنا قلنا حرف الجر بيجي مع الفعل بيغير معناها تماما عاوز اقول ماما بيتوصلنا قبل ايه ما تروح الشغل يعني وهي ماشية بتنزلنا قدام مسلا للمدرسة ايه وايه وتروح الشغل يبقى ايه عاوز اقول ينزل واحد من مواصلة او يوصله يبقى ايه دروب ايه يس على طول اوتو مش نفعة داون مش نفعة اون مش نفعة المعنى مش عايش كده يبقى دروب اوف يس يوصل حد تمام يبقى مام دروبس اس اوف بفور قوين تو وارك خلاص مين يقول الجملة دي في زمن ايه اوه الجملة عادية بعرف زمن الجملة عادية من الفعل الاساسي اهو دروبس حتى لو دروب بس عادي مدرع بسيط مدرع بسيط مدرع بسيط طب ليه حاطت الفعل اس هنا حد يرد علي يا جماعة او برافو عليكم واحد بيقول اشوف اللي قبلها الفاعل مفرد غائب يبقى بحط الفعل اس في زمن مدرع بسيط تمام برافو عليكم في اس هي تانية هي مدرع بسيط خلي بالك دايما ان هو او وات الاس فان بيجي وراها الفعل ايه بحط له اس لو جي وراها فعل اطول يبقى هو لوكس اب افتر ات اون ذا تشايل افتر هير ماذرز داف كده يعني عارفنا ان الشايلد الطفلة دي بنت مش ورد من خل هير ينهى ربيض عن الانجليزي تمام هير ماذرز داف بعد وفاة والدتها مين بيعتني بالطفل المعنى عايز كده يبقى ايه واحد يقول هاي انا شاطر لوك اون يعني ايه بتاخد بالها من ايه من الطفل طب فين الكلام ده الاختراعات دي لا طبعا لوك اب مش نافع لوك اب معناها يبحث عن معنى كلمة في قموس لوك افتر يعتني بي خلاص المعنى جيه اهو انا حافظ المعاني انا حافظ لازم احفظ في البيت ما اقولش هاي انا شاطر ومحفظش ومشتغلش لازم اشتغل نفسي واحفظ في البيت كويس لازم حفظ احفظ كلمات واذاكر كويس مع مستر محمد سعد يبقى تبقى على طول في الانجليش تبقى عالمي في الانجليزي انتهى الموضوع معايا خلاص انتهى الموضوع معايا انا فيديوهاتي يتعمل عليها ابحاس يتعمل عليها ابحاس في مستوى الطلبة اللي ايه اتفرجوا على فيديوهاتي ويه مستواهم زاد جدا من خلال ايه انه هما بيتفرجوا على فيديوهاتي دي حقيقة ده واقع ده واقع خلاص محاجش يقول ان مستر محمد بيقول كلامه خلاص انتهى الموضوع معايا او زقول اخويا ايه لعبوا قبل ما يروح الفراش قبل ما يروح ينام بقى بيعمل ايه خدنا في يحط الحاجة مكانها يعني ايه طبعا لا يعني يرتدي مش نفع المعنى مش عايز كده يعني يخمت حريقة المعنى مش عايز كده خالص يبقى put away put away put away يعني يحط الحاجة مكانها زي ما سنقول سنة خمسة اخدنا قبل كده في المنهج time for english put away the groceries يعني يحط البقالة مكانها الاب بيشتري البقالة والام بتحط الحاجة مكانها تحط الشاي مكانه والزيت مكانه والشجر الثكر مكانه put away put away put away the groceries تمام put away يعني يحط الحاجة مكانها تمام number five the last one here i'll hand on out away off the first aid kit انا ايه عاوز اقول اسلم صندوق الاسعفات الاولية يبقى حقول ايه هنا اه يا هنا hand off طبعا لا hand away طبعا لا hand on لا يبقى hand out يسلم حاجة يبقى على طول hand out يبقى المعنى عايز كده وحلت الجملة بطريقة سهلة وبسيطة في حاجات تاني عاوز اقولها لكم اكمل الفريزر فيربس معاكم في فريزر فيربس عاوز اقولها معاكم هنا ايه ده ده اللونة تغير طب الله يا كويس الواحد تعلم حاجة اهو عشان متحددة كويس خالص في عندي يلطقت حاجة مسافة يعني يلطقت حاجة تمام في فريزر فيرب تاني عاوز اكتبه في اي حتة مش مشكلة يعني حط الحاجة عالارض مسافة ياخد ايه داون لازم اراجع كل الفريزر فيربس معاكم بود داون دي او دابلي و ان بود داون اهو بود داون يعني يحط الحاجة عالارض اونا بود اوي قبل كده وان بود اون يعني يرتدي وقلنا اهو قلنا هندقاوتو قلناها يسلم خلاص اهو هناخد دلوقتي تيك اوف احنا بود اون يعني يرتدي هناخد تيك اوف يعني يخلع الملابس لازم نرجحهم كلهم طبعا تيك اوف يعني يخلع ملابس اول حتى طيارة تقلع تيك اوف معناها برضو تقلع خلاص تمام ناخد حاجة تاني اه خدنا وخدنا وخدنا هم دول الفريزر فيربس اللي عندنا تمام هم دول الفريزر فيربس اللي عندنا بحب قلم كل حاجة للطلبة بتوعي ما سيبش حاجة خالص ما سيبش حاجة خالص عشان مصلحتكو انتو اهم من اهم من ان احنا نستعد الامتحان اهم من كده ان احنا نطور نفسنا في اللغة انجلزية ناس مع انجليزي كويس من ناتف سبيكرز انا ببصدرش الوهم الناس لازم اقول الحقيقة خلاص تمام واشوفكوا على خير في فيديوهات جاية كتير لجميع الطلبة جميع الصفوف جميع المناهج الكونيكت والكونيكت بلاس هشتغل فيه كله ان شاء الله مع السلامة